السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنوضح لكم بالفيديو على بعض التأثيرات اللي بتحصل لي محصول القمح في حال انخفاض درجات الحرارة زي الصقيع والأمطار الغزيرة والرطوبة العالية وهنوضح لكم مميزات أصناف القمح المصرية في مقاومة الصقيع ومقاومة جميع الأمراض والإشهادات البيئية وكمان بتقدر تقاوم التغيرات المناخية اللي بدأت تظهر وبدأنا نشوفها حديثا وبعد كده هنقول لكم على ثلاث شروط أساسية لو قدرنا ننفذهم عندنا هناخد أعلى إنتاج وأفضل محصول للقمح وكمان القمح هيكون مقاوم للصقيع ومقاوم لجميع الإشهادات البيئية وفي آخر الفيديو هنقول لكم على بعض الحلول السريعة للقمح المصاب بالصقيع والقمح المصاب بالإصفرار والشعوطة في الأوراق هنقول لكم على بعض الحلول السريعة علشان نقلل من أثار السقيع على محصول القمح الأول عاوزين اللي بيشوف الفيديو ما ينساش يصلي على النبي ويذكر الله ولو مهتم بمجال الزراعة تقدر تشترك بالقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي بننزلها عن مجال الزراعة وما تنساش تحط لايك للفيديو يلا نعرف أول حاجة وهي تأثيرات الحرارة المنخفضة على القمح نبات القمح بيقدر يتحمل درجة حرارة لحد 3 درجة مأوي ولحد 32 درجة مأوي لو قلت الحرارة عن 3 درجات أو زادت عن 32 درجة مأوي بيحصل مشاكل عديدة على الجمح وممكن تأثر على الإنتاج بنسبة كبيرة في الفيديو ده هنوضح لكم الحرارة لما هتنخفض عن 3 درجات مأوية إيه اللي هيحصل ليه القمح وإيه هي التأثيرات اللي هتحصل ليه محصول القمح أول تأثير معانا وهو توقف نمو القمح والسبب إن الحرارة المنخفضة بتسبب بطء في العمليات الحيوية للنبات وبالتالي الامتصاص في الجزور والأوراق هيبدأ يتوقف وبالتالي القمح مش هيقدر يتحرك ولا نموه هيزيد ولا هيكبر ولو استمر الإنخفاض لفترة طويلة بتبدأ الأوراق نموها يكون ضعيف وبيحصل فيها إصفرار وبالتالي القمح بيمود التأثير الثاني للحرارة المنخفضة على محصول القمح وهو فشل عملية التلقيح والإخصاف في القمح الحرارة المنخفضة بتؤدي لمود حبوب اللقاح وحبوب اللقاح بيكون لونها أصفر زي ما احنا شايفين في الفيديو الحبوب الصغيرة ديت بتكون اسمها حبوب اللقاح لما الحرارة بتنخفض نشاط الحبوب ديت بيقل وبتبدأ تمود فبالتالي لو نزل صقيع أو درجة الحرارة كانت منخفضة فمش هتحصل عملية التلقيح والإخصاب وبالتالي الحبوب ديت مش هتقدر تختارك المبيض اللي فيه السبلة وبالتالي سبلة الأمحة هتكون فضية وهتكون خالية من الحبوب وطبعا هيأثر على المحصول التأثير الثالث ليه الحرارة المنخفضة وهو العطش الفيسيولوجي لنباد القمح يعني ايه عطش فيسيولوجي فيه نبات القمح يعني جزور القمح مش بتقدر تمتص المية بالرغم ان المية بتكون موجودة حوالين الجزء وده نظرا لانخفض درجة الحرارة لما بتنزل عن ثلاث درجات مئوية الجزور ما بتقدرش تمتص المية ويه بتتوقف وده بنسميه العطش الفيسيولوجي لنبات القمح التأثير الرابع معانا وهو حدوث اسفرار وشعوطة في النموات الجديدة لنبات القمح وده مرتبط اكتر لما السقيع بينزل على القمح بنلاقي فيه اسفرار وشعوطة فيه الورق العلوي للقمح والزراعات المتأخرة هي اللي بتتأثر اكتر بالسقيع عن الزراعات المبكرة وهنقول لكم بعض الحلول في نهاية الفيديو علشان نقلل من اثار السقيع على محصول القمح التأثير الخامس معانا للحرارة المنخفضة وهو نقص معدل التمثيل الضوئي في اوراق القمح الحرارة هتنخفض هيقل سقوط الضوء على القمح فبالتالي عملية البناء الضوئي هتقل وهيحصل انخفاض في تكوين الكربوهايدرات في ورقة الامح وبالتالي امتصاص العناصر الغذائية هيبدأ يقل جدا وكمان الكائنات الحية اللي بتكون موجودة في الطربة لو الحرارة انخفضت فنشطها بيكون ضعيف وبيقل لنشاط الكائنات الحية وطبعا التأثيرات اللي ذكرتها ديت لو حصلت للامح فهي بتأثر على الانتاج وبيقل للمحصول ولكن اغلبها بتكون عوامل بيئية المزارع بيكون ملهوش تدخل فيها بتكون زواهر طبيعية او زواهر مناخية بعد معرفنا تأثير الحرارة المنخفضة على محصول الامح هنوضح لكم بعد كده على مميزات اصناف القمح المصرية في تحملها للاشهادات البيئية تأوي الامح المعتمدة اللي بنشتريها من مدريات الزراعة واللي بتنتجها الشركات ومراكز البحوث بكلها صفة المقاومة للصقيع والحرارة المنخفضة وكذلك الحرارة المرتفعة وكمان بتقوم الامراض ومن اهمها وهو الصدى يعني الامح اللي قدامنا ده بينزل عليه الصقيع بقاله اكتر من خمس ايام ولكن نظرا لانه تأوي كانت معتمدة او تأوي شكاير زي ما بعض الناس بتقول فهو قدر يتحمل الصقيع وما حصلش فيه اي اصفرار ولا شعوطة في الاوراق هنقولكم بعد كده على اهم حاجة في الفيديو وهي تلات شروط اساسية علشان نحصل على محصول قمح يكون قوي ويكون عالي الانتاجية في ظل التغيرات المناخية وكمان يكون مقاوم للصقيع ومقاوم للاجهادات البيئية اول حاجة وهي الزراعة في المعاد المناسب لو زرعنا القمح مبكرا زي بعض الناس ما بتزرع في شهر عشرة فهيحصل طرد للسنابل مبكر وبالتالي الحرارة لو انخفضت وحصل صقيع فحبوب اللقاح اللي فيه سبلة الامحة هتبدأ تموت ومش هيحصل تلقيح للسبلة لان الامحة تلقيح فيه ذاتي يعني السبلة بتلقح نفسها بنفسها بدون انتشار لحبوب اللقاح من نباتات مجورة ولو زرعنا القمح متأخر في شهر 12 وشهر 1 فلما هيحصل طرد للسنابل والقمح يدخل في مرحلة التزهير خلال شهر 3 واربعة هتكون الحرارة منخفضة فحبوب اللقاح هتكون عقيمة وهيجل المحصول لذلك علشان نتجنب السقيع ونتجنب الامطار والتغيرات المناخية وجميع الاشهادات البيئية يبقى نزرع القمح فيه المعاد المناسب والمعاد الصحيح والمعاد المحدد ليه بزراعة القمح بيكون 15-11 لحد 10-12 في وكه بحري وبالنسبة لوكه جبلي بنزرع من 1-11 لحد 20-11 تاني شرط معانا وهو زراع التجاوي معتمدة من الزراعة التجاوي المعتمدة او تجاوي الشكاير كما تسمى بتكون منتجة بوسطة مراكز البحوث وبعض الشركات المعتمدة والتجاوي اللي انت بتزراع حدية بيحصل لها تربية وتهجين لأكتر من 10 سنين وبتدخل في اختبارات لصفة المحصول وبتدخل في اختبارين بيسموا باختبار التميز والتجانس ويعني حوالي اكتر من 12 سنة من التربية والاختبارات للتجاوديت علشان توصل للمزارع في النهاية ويزرحها فلما هتزرع من التجاوديت اول حاجة بتميزها ان المحصول فيها بيكون عالي عن التجاوي الكسر وتاني ميزة ان التجاوديت بتكون مقاومة للصقيع ومقاومة لجميع الاشهادات البيئية زي الحرارة المرتفعة والمنخفضة وكمان مقاومة للامراض واهمها الصدى فبالتالي لو زرعت من التجاوديت هتاخد محصول عالي وكمان هتاخد محصول مقاوم للتغيرات المناخية اللي بدأت تظهر وبدأت نشوفها اما لو زرعت من التجاوي الكسر او كنت زرحها جبل كده وزرحتها مرة تانية فالتجاوديت بتقل فيها صفة المحصول وكمان صفة المقاومة للامراض بتقل فبالتالي بتكون اقل في المحصول وبتكون عرضة اكتر للاصابة بالامراض فانا بنصح اغلب المزارعين انهم يزرعوا تجاوي تكون معتمدة من الزراعة كشرط اساسي لنجاح زراعة القمح وتحقيق ربح من القمح الشرط الثالث معانا وهو التسميد المتوازن لو قدرت تتبع برنامج تسميد صحيح للقمح وضفت الجرعات التسميدية في موعدها الصحيح فبنسبة كبيرة هتاخد محصول عالي من القمح وهيكون مقاوم للتغيرات والامراض لانك هتكون غزيته كويس ومناعة النبات هتكون قوية وبكده لو قدرت تنفذ الثلاث شروط اللي قدامنا في الفيديو دول واللي هما الزراعة في المعادل المناسب وزراعة صنف يكون معتمد والتسميد المتوازن فبنسبة 90% هتاخد محصول يكون عالي من القمح وهيكون مقاوم للتغيرات المناخية وهيكون مقاوم للامراض وهيكون مقاوم للإجهادات البيئية آخر حاجة هنوضحها ليكم وهي بعض الحلول السريعة في حال تعرض القمح للصقيع وحدوث إصفرار وشعوطة في أوراق القمح العلوية هنبدأ ندي رشة سريعة من سيليكات البوتاسيوم علشان تجوي جدار الخلية ولو ما كانش فيه نزول للأمطار أو ما كانش فيه سقوط أمطار هنبدأ ندي ريا خفيفة لي الجمح ويفضل إننا نروي جبل نزول السقيع وهنحط مع الريا دية 2 كيلو من الفولفك أسد علشان تزود فيه عملية الامتصاص وفيه رشة تانية تكلفتها بتكون مش عالية وممكن تقدر تنفذها وبتقلل من أثار السقيع للقمح وهي عبارة عن إننا بنجيب 5 كيلو من سلفات البوتاسيوم مع 5 كيلو من السوبر فوسفات وبيتم نقعهم فيه المياه لمدة يوم وبناخد الريا منهم وبنرشهم لمساحة الواحد فدان وطبعا لو أنت كنت ننفذت الشروط اللي ذكرتها سابقا فالقمحة عندك هيتحمل الإجهادات والسقيع ومش هتحتاج إنك ترش الحاجات دي